أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إطلاق نسخة جديدة ومطورة من التطبيق الخاص بالمنتدى بعنوان وليد يثورم على أبل ستور وجوجل بلاي ليكون بمثابة حلقة وصل بين جميع المشاركين والمهتمين بالمنتدى من كل أنحاء العالم يقدم تطبيق منتدى شباب العالم كل الأخبار الحصرية عن فعلياته كما يتيح الأجندة الخاصة بالمنتدى لهذا العام وتفاصيل الفعاليات والمتحدثين فضلا عن خاصية تفاعل المستخدمين مع المنتدى من جميع أنحاء العالم من خلال استقبال الأسئلة الخاصة بهم كما يرسل التطبيق بعض الإشعارات بمواعيد عقد الجلسات وتنبيهات قبل بدء الدورات والورش تتيح النسخة المطورة من التطبيق للمشاركين إنشاء جدول زمني يساعد في متابعة فعاليات الحدث ويشار إلى أن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تنطلق بحضور ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ في الفترة من العاشر إلى 13 من يناير